خبنا الوطني في أولمبياد باريس على مستوى كرة القدم واتباعا بداية من الغد نخوض منافسات الألعاب المختلفة في هذه الأولمبياد اللي بتنتظر كل أربع سنوات وبتشهد احتفالات واضحة على مستوى تجمعات عالمية من مختلف الجنسيات والقارات للحصول على الميداليات في الله بينا نبدأ الرحلة الرحلة بدأت بالفعل من خلال منتخب مصر الأولمبي ولكنها بداية 100% محبطة محبطة لأنه التعادل قدام أقل المنتخبات في التصنيف في مجموعتنا منتخب الدومينيكان ما كانش في الحسابات وكانت الحسابات هو النماتش النهاردة هو اللي يحطك على الطريق الصحيح أكيد لم تحسم أي شيء على مستوى الأمور وأكيد الأمور لسه في أيدينا لكن بالنظر للحسابات اللي بتتحط قبل انطلاق البطولة فدي نتيجة غير مرضية تعادل سلبي أمام منتخب الدومينيكان في لقاء قيمة اليوم في السادسة مساء وأمام حضور جماهيري مش كبير أوي تعادلنا سلبيا أهضرنا الفرص والحقيقة أنه بالنظر لمعطيات اللقاء واللي شفناه على أرض الملعب احنا دخلنا المباراة للأسف متأخرين فضيعنا وقت طويل في جس النبض ضيعنا وقت كبير في إزالة الرهبة اللي بتكون على مستوى البدايات وضيعنا وقت كبير لحد ما بدأنا خلاص نفهم أن احنا قادرين وأن منتخب مصر على مستوى الإمكانيات قادر 45% استحواز منتخبنا في النهاية وإن كان الشوط التاني تحسننا نسبيا لكن طبق المشكلة الواضحة مش بس في الولد ده بيتر لاعب بريال مدريد السابق لاعب بالينسيا المنتقل حديثا إلى ختافي لكن اللي هددنا كثيرا لكن المشكلة هي أنه الفرص المهدرة لو تفتكروا في بطولة أمم أفريقيا اللي أهلتنا للأولمبياد نفسها كانت الآفة الواضحة واللي تكلم عنها ميكالي واللي أخرتنا شويتين وقلقتنا وحتى على مستوى الوديات نسبيا كانت الفرص اللي بنضيعها الفرص اللي بنضيعها دي كلفتنا النهاردة نقطتين لأنه أسامة فيصل برأسية لوحده تماما لم يستغلها إبراهيم عادل في فرصة أمام مرمى خالي من الحارس لكن قدامه مدافعين ما خلصش زي ما متعود قدامنا يخلص عمر فايد شال كورة من على الخط لكن أهدر فرصة زيزو برأسية أهدرها حسام عبد المجيد برأسية كان ممكن أن يكون استغلاله لها أقوى من خلال رأسية بعد عرضية زيزو المعتادة في صفوف الزمالك لم تنقل بشكلها الكامل على مستوى المنتخب دي فرص منهم ثلاث تصويبات كانت ممكن تقول أنها فرص خطيرة لم نستغل لها والحقيقة أننا على المستوى الدفاعي عرفنا نتماسك بعد تلت ساعة أو نص ساعة من الشوط الأولاني إنما برضو بادلنا المنتخب المنافس منتخب جمهورية الدومينيكان الهجمات حتى أرهى المباراة بنسبة استحواز أعلى وبثلاث تصويبات زينا على المرمى ولكن تقلق حمزة أعلى حارس المرمى في بعض اللقطات وانتهت المباراة سلبيا ليه بنقول إن إحنا مش مستفيدين قوي؟ لسببين أولا إن منتخب الدومينيكان كان عنده مشاكل دفاعية واضحة على كل المستويات سواء في العرضيات يمينا أو يسارا أو حتى على مستوى التغطيات العكسية وحتى وهم متكتلين في الشوط الثاني نسبيا إحنا كنا بنعرف نلاقي ثغرات عدم استغلالها وعدم استغلال المباراة من بدايتها دي النقطة السلبية النقطة الثانية إن منتخب أسباكستان اللي اتغلب النهاردة 2-1 من منتخب إسبانيا أظهر أن الدية إسبانيا دخلت المباراة كمان متأخر عبال معرفة تهدد سجلت في الدية 29 ضيعت ضرب الجزاء عندهم حارس على ما يبدو إنه كويس تعادة لمنتخب أسباكستان بهدف من ضرب الجزاء وبعد كده منتخب إسبانيا نجح في إنه يسجل هدف الفوز منتخب أسباكستان من الواضح إنه أعلى فنيا من منتخب الدومانيكن والحقيقة إنه مدعوم بنقطة تانية لازم نشتغل عليها من دلوقتي وهي إنه جمهوره مش عارف ليه قعدت بص على الجالية الأسباكية في فرنسا إيه قصتها لكن جمهوره كمالي اللي استاد النهاردة كان عنده جمهور كبير وبالتالي إحنا هنواجه جمهور كبير في الماتش اللي جاي وبالتالي ما عندكش رفاهية الإهدار للفرص أو لفرصة المنافسة قدام منتخب أسباكستان بالنظر لإن التالت هو منتخب إسبانيا على التليفون نجم الكرة المصرية ونجم التدريب المصري المدرب أو المدير الفني الأسبق لمنتخبنا الأوليمبي الكابتن حلمي طولان كابتن حلمي أهلا وسهلا منوارنا كابتن حلمي طيب هنرجع مرة تانية للكابتن حلمي طولان لكن تعالوا نستعرض تشكيلة منتخبنا الوطني اللي بدأ بيها روجيريو ميكالي المباراة اليوم تشكيلتنا كانت كما كان متوقعا في حلاثة المرمى حمزة علاء قدامه على مستوى قلبي الدفاع حسام عبد المجيد وعمر فايد بدأ هذا الأول حسام متوترا شوية قبل ما يدخل في الأجواء ويتماسك أحمد عيد وكريمة دبيس على الطرفين واللي اتنين برضو تحسناه في الشوت التاني من المباراة كريمة دبيس شوت تاني كان أحسن قبل ما يخرج مستبدلا بمحمد حمدي اللي كان أحد الرباعي البديل مش بديل في المباراة بديل في البطولة لكن بإصابة كوكا دخل وعشان كده تلاقيه رقم تسعتاشر على التشيرت لأنه من واحد لتمنتاشر هم الأساسيين أحمد عيد بدأ يمينا يعيبه شوية الامتلاك الكرب بدرجة أعلى شوية من المنتظر محمد النني قائد المنتخب كان في نص مرعب وعلى جنبيه متقدمين ممكن تقول 433 أو 4141 أحمد عاطف قطة ومحمد شحاتة وفي اليمين أحمد زيزو وفي اليسار إبراهيم عادل وفي المقدمة أسامة فيصل اللي استبدل لاحقا ببلال مظهر وكان أول التغييرات المتأخرة في الديها 77 بينما نزل ميسي ومحمد حمدي بدلا من إبراهيم عادل وكريمة دبيس وزياد كمال ضمن نفس التوقيت نزل بدلا من أحمد عاطف قطة دي كانت تشكيلة منتخبنا النهاردة أمام منتخب الدومينيكن طيب إحنا النهاردة اتعدلنا والماتش اللي جاي مع منتخب أسباكستان إمتى يوم السبت إن شاء الله في نفس التوقيت الساعة 6 قبل المباراة دي كان عندنا مباراة